اهلا بكم من جديد بنسخة الحدية عشرة في أرض المعارض تنطلق فعالية معرض الخليج للصناعة على مساحة 1800 متر مربع ومشاركة 88 شركة من 18 دولة على مستوى المنطقة والعالم 60% من هذه الشركات وطنية المنشأ لها إسهامات كبيرة في النهوض بالقطاع الصناعي إضافة إلى مشاركة 74% منها للمرة الأولى هذا المعارض والمنتدى أصبح مهما جدا من المعارض المهمة التي تستضيفها مملكة البحرين والأهميتها في سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يحضر هذا المعارض شخصيا ويحرص على حضوره كل سنة لإعطاه الأهمية التي تليق بهذه المناسبات وهذه المعارض المثلها النوعية مهمة لمملكة البحرين لتشجيع إقامة صناعات مختلفة مستدامة وطبعا تصب في صالح التنوع الاقتصادي والاقتصادي الوطني وبما تملكه مملكة البحرين من مقومات صناعية قوامها ثماني مناطق صناعية بمساحة تفوق 12 كم مربعا تضم 800 منشئة والعديد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية ذات الطابع المحلي والإقليمي يقف القطاع الصناعي على أعتاب مرحلة جديدة من النمو مع تعافي المؤشرات الاقتصادية وعودة الزخم إلى دورة الاستثمار في المملكة اليوم الصناعة تمثل 18% أو أكثر من الدخل القوم للبحرين الصناعة توظف العدد الكبير من البحرينيين كانوا مهندسين أو عمال أو محاسبين القطاع الصناعي مميز أو باختلف عن القطاعات الأخرى بما أنه صلب فبيحافظ على قوة حتى في الظروف الصعبة وأضحى القطاع الصناعي في مملكة البحرين اليوم يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في المرحلة الحالية وقد أدى العمل الدؤوب للحكومة الموقرة لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا إلى تحقيق الكثير من المنجزات عبر البناء على مبادرات متوالية لمواصلة تحقيق التنمية المتوازنة ورفع مستويات الأداء في الصناعة وغيرها من القطاعات الواعدة وعلى هامش معرض الخليج للصناع 2018 أعلنت شركة مجال المستودعات عن توقيع اتفاقية مع شركة برودوي الصينية لتصدير ويعادة تدوير البلاستيك وسيتم بمجاب الاتفاقية تخصيص مساحة 19 ألف قدم مربع لشركة برودوي لتحول البلاستيك من النفايات إلى مواد جاهزة لتصدير إلى الصين وكوريا الجنوبية في حين سيتم استيراد المواد الأولية من السعودية وتوقع العضو المنتدب لشركة مجال للمستودعات أمين العريض أن تخلق الشركة الصينية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع تهيئة فرص عمل جديدة واستكشاف فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي وقد أكد العريض للنشرة الاقتصادية أن اختيار برودوي لمجال كمقر لعملياتها في البحرين سيعزز من موقع مجال كمزود للمرافق الصناعية في المملكة يتميز هذه الشركة أنها تستورد بلاستيك ويست من السعودية وتعيد تعليبها وتكريرها وتصدر إلى الصين وفار إيست فهذا بنسبة لنا أعتبر انجاز لأن شركة تخدم البلد التركيز على الإكسبورت وفي نفس الوقت فيها ريسايكلينج فمن كل النواحي نحس أنه شركة إيجابية ونعتبر أن هذا يضيف إلى الاقتصاد البحرين وما أخذين من عندنا ألفين متر تقريبا فلا بأس يعني ثالث أكبر مستأجر عندنا في مجال فالحمد الله نتوقف الآن مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل نشر الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقة البورصة لنهاة تعقدات هذا اليوم نبدأ مع بورصة البحرين التي أقفلت في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.16% عدى مستوى 1336 نقطة وذلك عاد انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.622.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.829.000 دينار تم تنفيذها من خلال 72.70 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 89% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى غلاقات الأسواق الخليجية حيث انتعشت الأسواق في تعاملات اليوم بعد الخسار التي كانت تكبدتها أمس الثلاثاء في تفاعل كبير مع الخسار القياسية في أسواق الأسهم الأمريكية ونبدأ الآن مع السوق المالية السعودي التي شهدت تراجعا بنسبة 0.66% مغلقة عند مستوى 7.417 نقطة بالرغم من التداولات القوية إلا أن تراجع قطاعي البنوك والمواد الأساسية دفع بتراجع المؤشر نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت مرتفعة بنصف نقطة مئوية تقريبا عند مستوى 6.657 نقطة وذلك لارتفاع مؤشر قطاعي العقارات وأيضا الطاقة ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا أيضا بنسبة كبيرة بنسبة 1.21% عند مستوى 4.595 نقطة مدعوما بتقدم لمؤشراء العقارات وأيضا الطاقة فيما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 18 نقطة مئوية تقريبا مغلقا عند مستوى 3.353 نقطة بسبب ارتفاع كبير لمؤشر قطاعي العقارات وأيضا الخدمات في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية تراجعا بنسبة تقارب 18 نقطة مئوية عند مستوى 4.971 نقطة لتراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية